أكد المتحدث باسم منظمات اليونسيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس أكد أن الواقع الآن في غزة صعب جدا وأن هناك أكثر من 96% من السكان بشكل عام في قطاع غزة يعانون من مستويات عدم الأمن الغذائي وأكثر من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية نشد المتحدث باسم منظمات اليونسيف بالتحرك وإيقاف هذه الحرب وكذلك وقف إطلاق النار وآطاء الفرصة للعملين فالقطاع الإغاثي والإنساني للوصول إلى كل الأماكن لتقديم الخدمات مشددا على أن المسئولية الآن تقع على أطراف النزاع وأيضا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف صارم وإنهاء المعاناة في غزة